نروح لمنتخبنا الوطني الأول وإصابة نجمينة محمد صلاح في نهاية الشامبينز ليج بمشكلة في كتفه وإصابة كبيرة في كتفه دي اللي ممكن تبنعه طبعا من إلحاب أولى مباريات منتخبنا الوطني الأول قصاد أوروغوي في منتير روسيا 2018 هل تتوقع أن ده يأثر سلبيا على منتخبنا الوطني الأول وعلى أداءه وبنسبة قدية؟ هو ما فيش شك نازم برضو الناس يعني أنا كنت مع التواصل الفيسبوك وتويتر والانستجرام والحاجات دي كلها الناس كانت بتلوم بتلوم على الخط رامس بن عم حمد صلاح أنا بس أعز أتكلم في جزئية كرة القدم الأي لعيب بيبقى مهم في أي فريق بيبقى الخصم اللي قدامه إزاي مش هو مش قصد يضره مش قصد يصابه مش قصد يعني كل ده لكن هو في لغة الرامس وانت ركزت معاه في مباراة كل حتى في الدولة كل مبارياته هو عنيف أصلا بتابعه هو لعبه كده هو لعبه موجه طيب مين أخطى بعد في ليفربول هو محمد صلاح فهو كمدافع هو وظيفته أصلا أن هو يوقف خطورة أهم لعب الفريق المنافس وهو محمد صلاح بالضبط هو مطلع محمد صلاح خرج من ليفربول فعلا الفرقة فعلا مستواهل الفني حس اللي هم قاله صحيح حتى كان مؤتمد على محمد صلاح بشكل كبير وإحنا إحنا كمصريين حبين اللي محمد صلاح بقى موجود في الملعب والوحد كان حزين جدا وهو خارج الملعب فعلا صحيح صحيح على منتخب مصر وعلا كمصريين هو لعب مهم جدا لعب بيقدر يمكن بطريقة كوبر اللعب الوحيد اللي بيقدر يلعب بيقدر يلعب على هجمة المرتدة فليه حاجات كتير قوي قوي صعب بلعب مصري يقررها معه من نفس الطريق اللي احنا ملعب بيه مين هو البديل الأنسب لمحمد صلاح من بوجة نظر حضرتك؟ يعني انا اعتقد مين الأنسب دي صعبة جدا اللي احنا والمفروض ما نقولهاش يعني المفروض منتخب مصر احنا عندنا كم مليون وكم فرقة المفروض طبيعي اللي احنا ممكن نلاقي بديل محمد صلاح لكن اللي اعتقد يمكن ان هو الأقرب نسبيا الأقرب نسبيا هو كهرباء يعني انا شايفت عنده سريع بيقدر برضو وصل الكهرب بسرعة عنده نفس الوصف بس مش هيدي نفس اللي كان محمد صلاح بيدي يعني مش معنى كده اللي اللي بقوله الكهرباء مش بقلل منه لا بالعكس الكهرباء العكس كبيرة او مفيد بس ده البديل الأقرب اللي هو يبقى موجود مكان محمد صلاح